ايضا اخواني الكرام ان السكوت على هذا الامر سيشجع هذه الشرذمة من المجرمين الذين تسلطوا على الاجهزة الامنية الاجهزة الامنية اللي هي من المفروض امان للجزائريين الامن الخارجي من المفروض رهي يصهر على حماية الجزائريين في الخارج بغضل النظر عن اراءهم ومواقفهم ولكن للأسف هذا الجهاز تحول الى سلاح مستعمل من طرف عصابة نهبت المال العام قتلت الجزائريين ذبحت الجزائريين وتحولت الان الى مخطط اخر للاختطاف من قبل خطط هذا الجهاز خطط ايضا لاستهدافي شام عبود واستدراجه الى اسبانيا من اجل اغتياله وتصفيته او اختطافه وانا ايضا كنت ذمن هذه القائمة وهو اكدها لي يعني لي كان عنده علاقة بالموضوع مباشرة وبعد ذلك اقع في هذا الفخ انتبع المحاولة الاختطاف الحمد لله نجان الله منها وربما رأي كان مخططات اخرى تستهدف مثقفين واعلاميين وسياسيين ومعارضين جزائريين وحركيين يعيشون في الخارج ولديهم نشاطات يطالبون بدولة مدنية يطالبون بدولة مؤسسات يطالبون بدولة القانون اين المشكلة في هذا انا اقول هالكم عندما يكون انسان انظيف مسؤول انظيف رأي حتى الناس لما يتهموه بانه مش انظيف والله يضحك عليهم ويمر ولكن لما يكون انسان ملطخ فاسد وعنده فضائح في هذه الحالة رأي واحد يقوله انت فاسد يهتز ويحاول ينتقم منه هذا هو واقع النظام لو كان النظام عنده صرعية وعنده مصروح حقيقي لبناء الدولة الجزائرية ويحترم شرع ويحترم مشاريع ويحترم شرائع لو كان هذا النظام هكذا رأي والله ما يهتم بأنور مالك واشقال ولا هشام عبود واشقال ولا فولان واشقال ولا علان واشقال ولا وليد كبير واشحكال لم يهتم هذا ولكن لما يكون النظام فاسد فاسد وزير الأول يبكي في البرلمان ويزيد يعيد الجزائريين بمشاريع يعني نظام مثل هذا نظام ما لقى ما يدير مع الجزائريين ما عنده حتى مشروع يبدأ يطلق في الوعود ويدير في الأكاذيب والبهتان لا التأكيد سيلجأ إلى الجريمة المنظمة لأنه مخطط اختطاف شخص وكاتب وإعلامي بهذه الطريقة وفي دولة أجنبية باستعمال مافيات أجنبية أعتقد بأنه ما كانش جريمة يمكن أن تحدث مثل هذا بل اختصار إخواني الكرام أنني الآن في إجراءات رفع دعوة قضائية ضد هذا المدعو جبار مهنة وهو جنيرال والآن راهو في منصب رسمي هذا راهو استغل الجهاز استغل إمكانيات الجهاز وكذا وكذا وراهو خطط لاختطافي أنا ما اتهمت شخصيا إلا بناء على هذا الدليل الذي أعطاه لهذا الشخص ورغم سب لي ورغم كلامه لا يليق حتى به هو وهو أب عائلة وأولاده وكذا وأسرة حتى لو كان قال هذا أنا أشكره أشكره على هذه الهدية الثمينة التي قدمها لي على طبق منذهب هو راح ذف الفيديو من حسابه ولكن كل الفيديوهات راهي حملت وأخذت منها ما يؤكد ما يثبت أن هذا جبار مهنة مدال أنا لن أذهب إلى مواطن جزائري بسيط راهدين القناة ربما حوس بأي طريقة تصير مهمة يصير عنده جمهور خلي خلي نترف عن هذه الأشياء أنا داروا عليها تقارير تلفزيونات المنار تلفزيونات السورية قيل فيها ما قيل من طرف الصحافة الإيرانية الصحافة الجزائرية من قبل أكثر من الأمور ولم أرفع دعاوة قضائية ولا شيء لأن الإنسان لو في ظل هذا العالم المفتوح لو يشتغل على هذا كل من يقول فيه كلمة يرفع دعاوة قضائية يروح يهز كما يقول المطلن تعوه يروح يبتفى قدام كوميساريانة على بوليس يشوف في البرتابل يعود يدخل يرفع دعاوة قضائية ويشكي ويرجع بش يكون قريب لا يعني يخلي الناس تقول ما تريد وهذا سجلهم أولا عند رب العالمين راه يكتب فيه ما يكتب وإذا كان هذا الشخص والغيره يتقرب من جهات معينة أو بإعاز من جهات معينة هذا شأنه لأنه راه سجله عند رب العالمين كما قلت راه سيئات يملى فيها في حياته ويجي النهار وراه أكيد راه يقول يا ليتني ما درت هكذا عندما يجد أنه سيسأل عند رب العالمين على كل شيء يقوله حذار يا ناس مش شبكات تواصل اجتماعي مفتوحة تروح تحذر واش تحب وترمي واش تحب وترمي الناس وكذا 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 أنا ما يحز في نفسي أنه هذم المسؤولين يتمتعون بخيرات الجزائر متمسكين ثروات الجزائر تحت أقدامهم في بطونهم وفي جيوبهم وفي قلوبهم في كل شيء راه هم مستمتعين واحد ما هم مستفيد ولا أي شيء ويروح يفتح في شبكات تواصل الاجتماعي ويبدأ يسب لأن هؤلاء الأشخاص اللي غرقوا في الفساد أقنعوه بأنهم هم الدولة واللي ينتقد جبار مهنة ولا ينتقد تبول ولا شنقريحة راه انتقد الجزائر واللي ينتقد خياراتهم وسياساتهم اللي تذر بصمعة الجزائر الدبلوماسية لا أقنعوهم بأنهم خوانا وعملان لو تعودوا إلى زمن فرعون لا تجد هذه الأفكار نفسها إنهم لشيرذمة وأنهم حبين فاسدع لكم دينكم والمؤامرة كل النظريات التي تطبق الآن كان فرعون الذي ادعى الألوهية يطبقها على ناس استخفى بهم فأطاعوه بل أنه راه كان يذلهم ويستحيي نساءهم وكذا وكذا كثير من الأمور وهم يعبدونه بطرقهم المختلف هذا هو الواقع للأسف يحز في نفسي أنت ماك مستفيد شيء من هذا النظام أنا ننتقد في النظام روح أنت هلاش تجي تسبني أنا خلي النظام هو اللي يدافع ولادهم هذا كل المسؤولين رهم ولادهم أنا في أوروبا رهم ولادهم أنا في أوروبا من استمتعوش ولا واحد منهم يدير يوتيوب يروح يدافع على باباه خلاص خلى هؤلاء أكرمكم الله الكلاب اللي يأجروا في أنفسهم للدفاع على ناس ما قالوا لهم يدافع علينا ولا أي شيء ولا ينظرون إليهم ولن ينظروا إليهم أبداً وأنا أؤتد بأنه جهاز الأمن سيتحرك ضد هذا الشخص سواء كان هذه المعلومة وصلاته لأنه انشرها اليوم اللي كنت أنا محتجز في تركيا يعني انشرها في ذلك اليوم هو يوم الأحد أثنين أكتوبر هو انشر الفيديو وبعد ذلك راه نحاه ونحاه من قناته ولكن هذا الفيديو راه موجود في شبكات تواصل اجتماعي وأيضاً تم تحميله عندنا ليكون دليل ضد جبار أمهنة إذن إخواني الكرام دعوة قضائية ضد جبار أمهنة الجنرال ومدير الأمن الخارجي في باريس إذا كانت لدينا حق سنناله وإذا كان هو باريس سيبره بيننا وبينه القانون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة